اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الكلام اللي هقوله النهاردة قلتم بارح واول امبارح واول اول امبارح منتخب مصر قائمة منتخب مصر هذا امر يخص المدير الفني وجهازه المعاون فقط لا غير فقط لا غير ده ينطبق على فيتوريا ده ينطبق على كيروش ده ينطبق على اهاب جلال ده ينطبق على البدري ده ينطبق على كوبر ده ينطبق على الكابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجهي رحمة الله عليه على اي مدرب لمنتخب مصر ينطبق ايضا ايضا على ديشام في فرنسا ينطبق على لويس انريكي في اسبانيا ينطبق على اي جهاز فني في العالم اي مكان اختيار قائمة منتخب امر يخص فقط المدير الفني طيب ده معناه ايه معناه ان احنا نقول والله ما كان خد فلان بس ما نقولش انه غلطان انه ما خدش فلان طيب هو خد فلان ده كان فيه منه احسن بس نقول يلا تعالى ندعم اللي موجود وان شاء الله يبقوا كويسين ليه بس ببساطة ليه عشان احنا جربنا مع كلوس كيروش اختيارات كنا كلنا من استغرابها وكان بتنجح هتقول لي بتنجح اه كان بتنجح انت كنت متوقع يعني محمد عبد المنعم يقدي بالشكل ده كنت متوقع ان عمر كمال عبد الواحد كنت متوقع لمهند لاشين كنت متوقع ليه باقي اللاعبين اللي كانت مفاجئات في المنتخب زي احمد رفعت وخلافه كنت متوقع للناس دي كلها كنتش متوقع بس المدرب بيبقى دي نظرة معناها ايه النظرة دي انا مدرب حابب مثلا العب اربعة تلاتة تلاتة التلاتة اللي في نص الملعب دول عايز لهم واجبات هجومية مش واجبات دفاعية فبختار لعبين في نص الملعب بيعرفوا يعملوا ادوار هجومية اكتر منها ادوار دفاعية فانت مثلا تكون بتحب لعب مهم اوي بيلعب في نص الملعب وهو لعب فعلا كويس جدا ومهم جدا بس ادواره الدفاعية اكتر من الهجومية بس أنا كابيتوريا طريقة لعبي مثلا مختلفة عن اللي أنت بتفكر فيه أنا عايز لعيبة بتهاجم واحد تاني يقولك لا أنا عايز المدرب أو اللاعبين عفوا اللي قدراتهم الدفاعية في نص الملعب أكبر من الهجومية فأنت تقول إزاي ما خدتش ده لعيب حديفة أوه بيجيب جوال وبيعمل أسيستات وكلام ده كله ما أنا أصلا في طريقتي مش هستخدم التلاتة اللي في النص دول في أدوار دفاعية هجومية كسيرة هستخدمهم في أدوار دفاعية أكثر وهستخدم التلاتة اللي قدام في الأدوار الهجومية دون أدوار مثلا دفاعية مثلا ده كله حزبة مدير فاني أنا بقولك حاجة باقتصار أنا لسه مشوفناش طبعا في طريق يلعب إزاي ولا هيعمل إيه ده أقول معسكر بسم الله الرحمن الرحيم فأنت ما تعرفش هو بس اللي بيبقى عارف هو بس اللي بيبقى شايف وبيشوف اللاعبين اللي هيقدوا الأدوار اللي هو عايزها في طريقة لعبه مش اللاعبين الأفضل وهذا اللي كنت تقصده في المقدمة مش الأفضل ممكن أنت تشوف فلان الأفضل بالنسبة له هو هو لعب كويس وكبير ورائع بس مش هيبقى الأفضل في طريقة لعبه ده ببساطة بيحصل في العالم كله مش في مصر بس مش في منتخب مصر بس مش في منتخب مصر بس